ننتقل إلى الشأن الدولي حيث شهدت العاصمة البحريني أمسي توقيع بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين كل من وزير خارجية البحرين ومن دبين إسرائيليين وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيف من نوشن الذي رافق الوفد الإسرائيلي إلى البحرين أن البيان المشترك يهدف لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والديبلوماسية وذلك بعد أسابيع من توقيع اتفاق سلام بين البلدين التفاصيل مع ثري الحساني بالعاصمة البحرينية المنامة وبعد توقيع اتفاق سلام جرى توقيع على إعلان مشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل حول إقامة علاقات دبلوماسية إدانا ببداية عهد جديد في العلاقات بين البلدين الإعلان المشترك تم توقيع فيه أيضا على عدد من مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل تتناول العلاقات الاقتصادية وتجارية والاتصالات وتجارة والخدمة الشوية وتنقل الأفراد والخدمة المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتين الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك اجتماعات عقدت بين مشموعات عمل لبحث المزيد من مجالة التعاون البحريني الإسرائيلي بما في ذلك الطيران ورعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها البيان اعتبر أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين من شأنه أن يسم في تحقيق مستقبل أكثر أمنا واستهارا لشعوب البلدين والمنطقة وأن هذا الفصل هو استمرار لجهود الإقليمية والدولية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط في ظل تحديات المشتركة التي واجهها البلدين مؤكدا أن البحرين وإسرائيل ستنضمان إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في المنطقة وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المزدوشة